ضمن أي إطار يمكن أن تضع لنا أو تصف الحرائق التي تحصل بالمستشفيات ما بين الفينة والأخرى إذا لم تكن هذه الحرائق بفعل فاعل نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيدي وزميلتك والجمهور الكريم خالص العزاء والمواساة للضحايا عوالي الأطفال والجرحة إن شاء الله الصحة والعافية وأن يكونوا المتعافين والمشافين الحقيقة أي موضوع عقد يعني أنا شخصيا يكون عدي انطباعي بأن هناك أكيد فساد هذا بالنسبة لي لا يحتاج إلى نقاش لأن في حال تمت الحالة حسب كفاءة الشركة التي تعيد التأهيل أو عندها الكفاءة المالية أو الكفاءة الفنية والخبرة والأعمال السابقة إذا وضعناها بهذه المعايير تبين عندنا آلية منح هذه المناقصة وما شابه هذه ليست الحادثة الأولى حقيقة أيام كورونا كانت في الخطيب والنهروان وما شابه وكل المستشفيات الناصرية عموما دفعنا ضحايا وهذا جاء نتيجة لعدم تطبيق معايير الجودة الشاملة في بناء وإدارة المستشفيات هذا جانب الجانب الآخر نتيجة التقرير فنيا استكشفت بأن حتى طريقة اتجاه البناء وباتجاه الرياح أيضا هناك مخالفة بيئية وصحية بالإضافة إلى تهديد يعني يعتبر عندما تسترب الغازات إلى داخل ردهة وموقع الردهة طبعا بالنسبة للأطفال الخدج أيضا بإشكالية فنية يعني بهذا الباب عموما إحنا عندنا مرات يكون الفساد بشكل مباشر على الأموال وهناك تكون فساد يعني جريمة الفساد أو شبهة الفساد تصير على الإدارة يعني جودة الإدارة وكفاءة الإدارة وهذا ما نشوفه في غالب المستشفيات التي حثت بها حوادث علما بأن هناك ديوان الرقاب المالية وهيئة النزاهة لها عدة تقارير عشرات التقارير بخصوص قطاع الصحة المهم احنا الآن يعني أمام ضحايا حوالي ستة أطفال وربما يزيدون لا سامح الله وهناك أكثر من 30 أو 40 جريح في بقية المستشفيات احنا الآن أمام جريمة أما يكون تقصير إداري وأما يكون فساد في الإحالة وهذه الطلب يعني حسنا فعلت الوزارة بسحب اليد وسحب اليد تعني يعني هذه العملية عملية سحب اليد تعني بأن هؤلاء المسؤولين يخضعون إلى التحقيقات وسحب اليد تكون العملية لستين يوم وخلال ستين يوم يجب انهاء يعني مسحب يد وخلص انتهى وبعدين تحقيق يتموع الآن نحن أمام التزام حكومي بالتوجيه من سيد رئيس الوزراء وأمام الرئي العام وحتى نعرف يعني ولا تتكرر هذه الحوادث هذا جانب جانب الآخر هي مسألة المستشفيات وإدارتها ونوعية وجودة المواد المستخدمة يعني أسا بالديوانية خلوني أتاكم قليلا بالديوانية ينجحون بالتعاقد لتجهيز 40 مليون دينار فازمين ما أعرف وين ودوها يعني حتى حتى كل مواطن عراقي راح يحصل له مليون بس فازلين في محافظة ولكن ماذا عن بقية المرافق قطاع الصحة ونحن نعاني حقيقة المؤشر علينا بأن قطاع الصحة عليها ملاحظات كثيرة من سنة هناك عمل على إصلاح هذا القطاع بالإضافة ذلك هي مسألة أن القطاع الصحة حقيقة مخرجات هي مخرجاتها من تسلم مخرجات مؤسسات تقرأ مدخلاتها تسلم يعني الماء الصالح للشرب البيئة وعدم الالتزام بالمواد القياسية في بقية المؤسسات هذا ده تحدث وهكذا مثلت الأجواء ما شابه